وقد شهد سباق 5000 متر جريا للرجال الذي يقيم ضمن منافسات دورة لألعاب الأسيوية التاسع عشرة والمقامة في جمهورية الصين الشعبية شهد سيطرة بحرينية حيث حقق العداء برهان بلاو الميدالية الذهبية بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن بلغ 13 دقيقة و 17 ثانية و 40 جزءا من الثانية محطما رقم القياسي للسباق في جميع الدورات السابقة فيما جاء زميله العداء داويت فيكادو في المركز الثالث ب 13 دقيقة و 25 ثانية و 63 جزءا من الثانية محققا الميدالية البرونزية ترجمة نانسي قنقر